أثارها خبر مطالبة الإدارة الأمريكية الحكومة في بغداد بحل عدد من الفصائل المسلحة المنضوية ضمن ميليشيات الحجد أثار ردود فعل متباين ما بين الترحيب ولو بخجل والاستياء الذي أبداه علنا عدد من النواب المرتبطين بتلك الميليشية وضم ردود الفعل تركزت حول أمرين الأول عدم التحقق حتى الآن من مصداقية الأخبار التي أوردتها وسائل إعلام عربية والثاني هو التأكيد على أن الحجد أصبح قوة عسكرية رسمية عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي سعران عبيد قال إنه ليس هناك ما يؤكد الخبر أو ينفيه مشيرا إلى أن لجنته ستخاطب رئاسة الوزراء ومن ثم تجتمع لإعطاء قرار موحد بهذا الخصوص من جانبه رأى القيادي في ميليشيا بدر معيني الكاظمي أن الخبر المنشور يأتي ضمن الحملة الدعائية والشائعات التي تبث في الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام مع التبشير بالعودة الأمريكية مرة أخرى إلى العراق بحسب قوله وكأن أمريكا كانت قد غادرت أصلا الكاظم ادعى عدم وجود كيانات مسلحة خارج نطاق الدولة مشيرا إلى أن ميليشيا الحجد تشكيل رسمي أقره مجلس النواب بقانون ولديه تخصيصات مالية في موازنة عام 2019 الحجد الذي تشكل بفتوى دينية من المرجع السستاني كانت مؤطرة بظروف طارئة مر بها العراق تغول بشكل فاضح حتى أصبح قوة رسمية لا يمكن المساس بها أو توجيه النقد إليها برغم ارتكابه الكثير من الممارسات الوحشية الموثقة فهل ستنتهي بعد عام من نهاية الذريعة التي جاء من أجلها وهل هناك إرادة أمريكية صادقة لطي هذه الصفحة تنتهي عسكرات المجتمع العراقي أو ملشنته إذا جاز التعبير